مرحبا بكم هذه الشتلات للطماطم لا أحب أن تذبل أو تموت وأريد أن أحفز مناعتها وأساعدها على النمو والتطور بشكل صحيح وسليم أخاف أيضا عليها وعلى نبتة الكالانشوا التي دبلت أظهارها بعد إصابتها بالبياد الدقيقي حلقة جميلة جدا ومفيدة أقدمها لكم أنا أخوكم توفيق وسأعرفكم اليوم على كنز من كنوز التسميد ومحاربة أمراض النبات وهو اليود اليود ببساطة متوفر في الصيدليات لمرضى الغدى الضرقية وهو عنصر أساسي ومهم في غذاء الإنسان ثمنه مناسب في الصيدليات سنرى أولا كيفية تحضيره لتغذية النباتات وللوقاية من الأمراض قبل الإصابة أي إذا كان النبات سليم وتخاف عليه من الأمراض وسنرى ثانيا طريقة التحضير في حال أصيب النبات بأحد الأمراض الحشرية أو الفطرية كالمن والبيض الدقيقي وغيرها أولا كسماد ووقاية نأخذ خمسة قطرات من اليود واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نضيفها لليتر ماء بشرط أن يكون ماء دافئ نحرك جيدا بعدها أصدقائي نسقي به كل أنواع النباتات وبدون استثناء مرة كل ثلاثة أسابيع ونرش به أيضا أوراق النباتات من الأعلى وأيضا أسفل الورق ثانيا في حال إصابة نبتتك بالمن أو التعفنات أو أي مشاكل أخرى فضاعف الجرعة أي عوض خمسة قطرات نضع عشرة قطرات دائما مع لليتر ماء دافئ لكن أصدقائي هذه المرة سنضيف كأس صغير من الحليب القليل الدسم نحرك جيدا الخليط ونرش بمعدل مرة في الأسبوع حتى زوال الإصابة اليود أصدقائي سيضاعف مناعة النبات وسيساعدها على التطور بشكل طبيعي اليود معروف بخصائصه المبيدة للبكتيريا والفطريات وسيوفر للنبتة الظروف الملائمة للنمو بشكل سليم أصدقائي الصورة لشجرة مباركة لا أقصد الزيتون بل أقصد شجرة الأرغان النادرة تشاهدون ما شاء الله مساحات شاسعة من هذه الشجرة سؤال الحلقة ما هي البلدان التي تنتشر فيها شجرة الأرغان النادرة اكتبوا لنا الجواب الصحيح في تعليق ونختم الحلقة بنصيحة لا بد أن تجربوا اليود بنفس الطريقة التي شرحت في حلقة اليوم ولا تنسوا قبل المغادرة وضع إعجاب لحلقة اليوم لا نريد شيئا فقط إعجاب وهذه أكبر خدمة تقدمها لأخوك توفيق أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية وإلى اللقاء